بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأسداد محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة لغتي والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد من الله تعالى سيكون الحديث في هذه الجلسة متصلا بما بدأنا في الجلسة السابق عن التعبير عن صورة يشاهدونها هذا التعبير مهم دائما لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد أن يشاهد صور ويتحدث عنها يعبر عن هذه الصور التي يشاهدها هذه المهارة ذكرنا وبينا في الجلسة السابقة أنها من أهم المهارات التي يتم تدريب أبنائنا من ذوي التراطي في التوحد عليها لأنها تتعلق من سماتهم الرئيسية والتي هي القصور في التواصل اللفظي و غير اللفظي وهذا القصور عاد أحيانا يكون لا يستطيع عبدا أو التعبير بلغة غير صحيحة أو معنى غير مفهوم كل هذا من خلال التعبير و المهارات المتعلقة بالاستماع و التحدث كذلك في مادة لغتي و هي من المهارات الموجودة في كتاب لغتي الصف الأول الابتدائي إضافة إلى مهارة القراءة و الكتابة و ربما هي بالنسبة لأبنائنا من ذوي التراطي في التوحد أهم من مهارات القراءة و الكتابة لأنها تلامس حاجة كبيرة لديهم هي المهارات المتعلقة بالاستماع و كذلك التحدث لا أكتفي دائما عند تدريبهم على فقط أن يعرف يكتب و يعرف يقرأ لا أريد منه أن يعرف أن يتحدث يفهم هذه الصور التي يراها يستخدم العبارات الصحيحة قدر الإمكان دائما نتحدث قدر الإمكان و لكن الأهم أن أعطي جزء كبير من التدريب لها جزء كبير من التدريب في أن يتحدث بشكل جيد و كذلك يستمع بشكل جيد مهم جدا الانتباه لمثل هذه النقاط هذه المهارة مثل التي استعرضها في هذه الجلسة بالإمكان العودة إليها في كتاب لغتي للصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي كذلك و هي مناسبة جدا لأبنائنا ذوي الطراب ضيف التوحد نبدأ على بركة الله الموضوع في هذه الجلسة التعبير عن صورة أو منظر نلاحظ هنا كنا توقفنا في حديثنا في الجلسة السابقة و أعبره شفهيا بجملة مفيدة عن كل صورة و أبين رأيي في السلوك الوارد فيها المكون نشاطات تهيئة الأهداف من خلال هذا المكون يتوقع من التلميذ تحقيق الأهداف التالية التهيئ لدراسة الوحدة اكتساب مهارات التحدث بطلاقة إذن من خلال هذه الصور التي يشاهدها أمامه لفواز وهي أحد الشخصيات الموجودة في كتاب و يستطيع الطالب التدرب عليها و معرفتها قبل الدخول و التعمق في مثل هذه المهارات أن يسير الأهم على حسب التسلسل للمهارات الموجود في كتاب لغتي الصف الأول و ابتدائي و ثم بعد ذلك الثاني ابتدائي هذه الصور و المهارة هذه تكون متقدمة في البداية أنا أريد من أن يتحدث عن الصور فقط بكلمة يعني أطالب أن يتكلم ولو بكلمة واحدة فقط عن الصور التي يشاهدها مثل ما ذكرنا في حديثنا في جلسة السابقة أسعر الصورة لوحدة الأقارب أريد منها أن يبين أن هذا الجد هذه الجدة من هم هؤلاء هم الأقارب و لو بكلمة واحدة الأهم أستثير من خلال العديد من الأسئلة و أهتم أن يجيب علي و أعزز عند الإجابة و لو أجاب إجابة قريبة من الإجابة الصحيحة ليست صحية بالمئة فأني أقوم بتعسيزه و تشجيعه كذلك بعد ذلك تكون مهارة المتقدمة أكثر أن يستطيع أن يعبر عن ما يشاهده بجملة بمعنى لا يكتفي فقط بكلمة واحدة لا يتكلم بأكثر من كلمات مهم جدا في البداية و مهم أن يتحدث لدي بلغة مناسبة بعربية الفصيحة و لكن الأهم لدي في البداية أن يتحدث و إن كان الكلام ليس بالطريقة المثلة الأهم لدي في البداية أن يتحدث حسب استطاعته و حسب قدرته الأهم تكلم لدي أعطى جمل أي أن كانت هذه الجمل الأهم تكون قريبة من المعنى فأني أقوم بتعزيزه و تشجيعه هذه كخطوة أولى ثم بعد ذلك أهتم بأن يتحدث و ينطق النطق الصحيح و يستخدم العبارات المناسبة مئة بالمئة و لكن الأهم في البداية أن يتحدث يتشجع يتحمس للحديث و من خلال تحفيزه و تعزيزه و تشجيع التشجيع يعني معنوي و تعزيزه يعني بيعطي بعض الحلويات المفضلة له أو الألعاب المفضلة له الأهم أن أستمر في عملية التشجيع و التحفيز له عندما يتحدث بكلمة واحدة ثم و بكلمات أكثر ثم و بجمل كل هذا مهم جدا لأبنائنا من ذوي طراطي في التوحد و سنستعرض بإذن الله بعض الأنشطة و بعض الصور الجميلة و المناسبة لهم التي تساعده و تشجعه في أن يتحدث و يتكلم مثل ما لدينا في هذه الصورة يعني أطلب منه أن يعبر شفاهية بجملة مفيدة عن كل صورة و أبين رأيي في السلوك الوارد فيها مثلا ماذا يعمل فواز هنا في هذه الصورة و ماذا يعمل في هذه الصورة هل استصرف الذي فعله فواز تصرف صحيح أم تصرف خاطئ و وجه مثل هذه الأسئلة و نحوها على هذه الصورة اكتساب بعض القيم الإيجابية أنا من خلال ما هو مشاهدة لهذه الصور هو يكتسب كذلك قيم إيجابية هو سيتحدث و كذلك سيشاهد هذه القيم و السلوكيات الإيجابية الصحيحة التي سيكتسبها و يتعلمها كذلك أحيانا ربما أستخدم بعض العبارات بعض الصور التي تكون لأشياء محببة لأبنائنا ذوي الطلب طيب للتوحد ربما أستخدم أحيانا بعض الصور ألاحظ الصور و أعبر عنها بالعبارات التي يستطيع كما ذكرنا دائما أشجعه ماذا تشاهد؟ أشاهد بعض الأطفال في الألعاب مثلا في حديقة الألعاب الترفيهية أو مدينة الألعاب الترفيهية يلعبون بالبالونات هنا و أقوم باستثارتي و توجيه بعض الأسئلة بالتأكيد هذا الصور محببة له لأطفال يلعبون و أحاول استخراج الإجابات الممكنة له هنا بعض الألعاب لا يحتاج إليها يعبر بي الطريقة المناسبة عن هذه الصور قدر الإمكان يتحدث ربما في هذه الصور و يشاهدها يتحدث عن السماء الزرقاء و الغيوم بيضاء و لا يتحدث عن الصور الأساسية لا بأس الأهم أن أشجعه على أن يعبر عن هذه الصور و من خلال هذه الصور دائما أستطيع جعله يتحمس و يتحدث أحيانا شيئا محببة له و كذلك مثل ما لدينا في الصور السابقة يكتسب قيم سلوكيات إيجابية تساعد في حياته اليومية الوسائل المقترحة لوحة مكبرة للنشاط بالإمكان كما ذكرنا استعراض هذه اللوحة المكبرة أو طباعتها عبر ورقة و جعلها أمام الطالب إذا كان لدي طالب واحد فقط يتدرب على مثل هذه المهارة استثارة حديث التلاميذ حول الصورة مثل قبل قليل و استنطاقهم من خلال طرح أسئلة من مثل ماذا تشاهد في الصورة الأولى و هي الصورة التي سعرضناها قبل قليل لفواز و هو مثلا يساعد جدته و هنا ماذا يفعل الولد ما صلة القرابة التي تربط بين الولد و المرأة نلاحظ كلها إشارة إلى الصورة التي استعرضناها قبل قليل و أن يعبر عنها شفهيا و أن يتحدث بيأة الجمل التي يستطيع هو بعد ذلك بين هي أمه أو هي جدته يستخدم العبارة المناسبة الأهم أن من خلالها نلاحظ و من خلال النقاش هو مهارة النقاش مهمة أن يعرف كيف يأخذ و يعطي مهارة مهمة لأن يستمع ما الذي أقوله بشكل جيد ثم هو يرد عليه و يتحدث بشكل جيد عن هذه الصور التي يشاهدها و يعبر عنها بالتعبير المناسب هل تساعد جدك أو جدتك و تطيعهما؟ ثم لماذا كذلك؟ يعني هو من خلال الصورة عرف أن فواز يساعد جده و جدته و يطيعهما فهل هو يفعل هذا الشيء؟ و كذلك لماذا يقوم بمثل هذا الفعل؟ ما رأيك في هذا السلوك؟ ثم الانتقال إلى الصورة الثانية و هكذا بحيث يتوصل المعلم مع تلميذة إلى تعزيز السلوكات الإيجابية من خلال التعبير عنها و وصفها بحرية إذن نلاحظ وهي مهارة مهمة يعني أن يتحدث عن السلوك مهم جدا أحيانا دائما نتحدث أنه إذا وجهت إليه سؤال يجيب عليك بنفس السؤال يعني ما رأيك بتصرف فواز مع جده فواز مع جده سيجيب الطالب فمهم دائما تشجيعه من المراحل الأولى يعني من مراحل الطفل يعني من مراحل الأولى من عمر الطفل من الوالدين الأم والأب بتشجيع النقاش والنقاش بطريقة صحيحة وأنه دائما يستجيب للتعليمات والأسئلة التي توجه إليه وأن يجيب عليها لا أقوم دائما بمساعدتي بالكلام تقديم هذه الخدمة لا أطلب منها أوجه لها سؤال لا يجيب علي بنفس السؤال لا أحاول أن أجعله يفهم ويستوعب هذه النقاط التي أستعرضها معه نلاحظ مثلا في هذه القصة مثلا كذلك أريد منه أن يعبر ويتحدث ما الذي يشاهده في هذه الصورة مثلا يتشاجران هل هذا التصرف صحيح أم خاطئ وأوجه هذه الأسئلة لمثل هذه الأشياء والشخصيات والصور الكرتونية أحيانا أو تكون مفضلة ومحببة له هنا البنت نورة أحضرت المال لأمها تساعد في الترتيب وغيرها من الصور أطلب منه أن يعبر عنها ومن خلالها كذلك يكتسب قيما وسلوكيات إيجابية إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته